اشتركوا في القناة مادة الرسم الفني كنا اخدنا الترمي اللي فات ملابس الاطفال واخدنا فيها فسان الاطفال واخدنا فيها البنطلون واخدنا الاميس الفرنج للطفل واخدنا قطع فنية وتعلمنا ازاي ننفذ القصات وازاي برس من النموذج الاساسي او البطرون للكورساج الخاص بالاطفال وازاي ابدأ اعشق البطرونات بتاعتي وكنا مدين ملاحظات مهمة جدا وكنت قلتلكوا اوعوا تنسوا وكان فيه مجموعة من الاتفاقيات احنا متفقينها مع بعض لما كنا بنرسم البطرونات بتاعتنا الكلام ده مش عايزين ننساه نهائي بتاتا ليه لان انت الكلام ده بتستخدموه الترمي الاول الترمي التاني سنة تالتة ان شاء الله كل الاتفاقيات اللي احنا متفقين عليها دي اساسيات في مادة الرسم الفني النهاردة هنبدأ ناخد حاجة جديدة مش معقولة نرسم للاطفال وما نرسمش للكبار هنبدأ نرسم لمين هنرسم امصان افرانجي ده خاص بملابس الرجال بس احنا هذين ناخد نبزة كده سريعة عن الملابس الرجالي عمتا الملابس كلها ياولاد سواء حاريني او رجالي او اطفال مالها اللي بتنقاسم لشقين ايه الشقين دول اللي في ملابس داخلية وفي ملابس خارجية والملابس الداخلية دي محتوياتها اللي هي الملابس اللي اندر الملابس نفسها اللي هي الداخلية خالص وبعدها فيه الملابس المنزلية والملابس دي بتنقاسم الى اول حاجة لو انا بتكلم على الملابس الرجالي بقول فيه عندي البجامة فيه عندي الشورت فيه عندي الروب فيه الترنج كل دي ملابس انا بلبسها في البيت كايه كشباب وفيه كمان الملابس الخارجية طب الملابس الخارجية قال لي الملابس الخارجية دي متعددة وليها انواع واشكال كتير جدا جدا طيب زي ايه قال لي في منها القمس الفرنجي التشيرت السويتشيرت الجاكت البدلة البلتو ايه ده السديري اه طبيعي لما بيبقى فيه عندي بدلة اوكي ممكن يبقى فيه موجود معاها سديري داخلي على حسب التصميم بتاعها او على حسب الاستخدام بتاعها فيه كمان الشورت فيه دانطالون كل دي اجزاء للملابس الخارجية للرجالي طبعا احنا بنبدأ ناخد قطعة فنية او قطعتين خلال السنة لان طبعا وقتنا دايق فبندرس قطعة فنية اساسية وبعدين انتو بقى تنموا نفسكو وتتعلموا حاجات تانية على حسب مجال الشغل اللي ان شاء الله هتبقوا تشتغلوه طيب ناخد اشكال كده بسيطة للموديلات بتاعتنا سواء ملابس داخلية او ملابس خارجية للرجال ونشوف كده انوات بسيطة انا طبعا جايب اشكال بسيطة وانتو سيد العارفين وعارفين المعلومات دي كلها وبالعكس انتو يمكن ثقافتكو لان التطورات العلمية والتطورات في الملابس بقيت كتير جدا جدا فبقى فيه اشكال وموديلات كتيرة انا طبعا جايبا نموذج مصغر ونموذج بسيط جدا للايه للتصميمات بتاعتنا نشوف سواء الملابس الرجالي بتنقسم لإيه اهو انا هنا عندي الملابس الرجالي في ملابس داخلية زي البجامة وطبعا البجامة دايما متميزة يا ولاد بني فيها زراير معايا هنا الازرار دي بتميز البجامة وطبعا البجامات كانت موجودة اكتر بكسرة في الفترات القديمة او الفترات السابقة يعني ممكن نلاقي عند بابا بجامة لكن انتو دلوقتي الشباب الصغير كله لا لا بيلبس ترنجات ملوش دعوة سواء ترنج صيفي او ترنج شاتوي لكن البجامة دي نقول ايه عليها دقة قديمة بالرغم ان هي ولا دقة قديمة ولا حاجة لكن هي من ضمن الموديلات اللي بتبقى ليها الشياكتها وليها وقتها وكمان فيه الروب والروب ده فيه منه الصيفي وفيه منه الشاتوي وطبعا بيكون ممكن كمان فيه البرنوس اللي هو بيستخدمه بعد الحمام فدي كلها انواع مختلفة للملابس الداخلية قال لي طيب فيه كمان الملابس الخارجية والملابس الخارجية اهو زي ما احنا شايفين اميس باندالون فيه البدلة وطبيعي البدلة لازم بيتلبس تحتها اميس فرانجي طبعا فيه دلوقتي ستايلات حديثة بنلاقي احيانا البدلة تحتها تشيرت بس طبعا ده بيكون تصميم جديد شكل جديد افتكاسة زي ما بتقوله لكن هو البدلة المفروض ان هي بقعها فيه كارفات وفيه اميس فرانجي داخلي واحيانا كمان بيكون فيه سديري من جوه فيه كمان التشيرت والتشيرت ده منه الصيفي وممكن منه الشتوي اللي هو بيكون بكم وفيه منه اللي ليكا بيشو عشان المطر والجو والبرد في الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي فيه الشورت يبقى انا هنا عندي جديد وعلى فكرة بنطلون البدلة يا ولاد بيختلف عن البنطلون الجنز او بيختلف عن البنطلون العادي غير الشورت دي كلها تصميمات متنوعة قال لي فيه كمان السويت شيرت السويت شيرت بيبقى زي التشيرت لكن بيكون فيه سستة علشان يسهل ان انا البسه واغيره او اقلعه اثناء مثلا في مكان معين انا لابس لبس كتير وكنت في الخارج برد ودخلت في مكان تاني بيكون اتفى فممكن ان انا اغيره او اقلعه فيه كمان الجلباب والجلباب ده بيكون ازيه الاساسي لبعض المناطق زي اخوتنا البدو او مثلا الناس اللي هم في بعض الارياف او بعض الاعمال التجارية بيبقى اللبس الاساسي بتاعهم هو الجلباب فطبعا ايه ده اعتبر من الملابس الايه من الملابس الخارجية قال لي طيب احنا النهاردة عايزين ناخد ايه قال لي هنبدأ ناخد الملابس الرجالي ونعرف ايه الجداول الخاصة بيهم وايه يا المقاسات اللي انا بحتاجها الملابس عامة ليها مقاسات كتير جدا جدا بس انا بحدد المقاسات بتاعتي بناء على ايه بناء على القطع الفنية ياولاد نركز في الحتة دي يعني ايه الجدول بيشمل مجموعة كبيرة جدا جدا من الايه من المقاسات دوران صدر ناخد مع بعض بقى المقاسات ونقول سوا دوران صدر دوران وسط دوران اكبر حجم دي كدورانات دوران رقبة فيه كمان بعد كده الاطوال اتكلم على طول الصدر طول الكتف طول الظهر طول الكلي للشخص طول البنطلون طول الحجر ايه ده ده مقاسات دوران الزراع طول الكم الكم القصير دوران الاسبرة او محيط الاسبرة ايه ده ايه المقاسات دي كلها دي كلها مقاسات عامة مقاسات شملة الجدول بيحتوي على كل المقاسات اللي انا ممكن احتاجها لو انا هنفذ بطرنات للرجال الا اني انا بستخرج من الجدول ده اللي انا عايزه اه انا بديك قاعدة دينات كبيرة وانت تطلع يعني ايه لما اجي انا هنفذ اميس فرانجي هقولك لا انا محتاجة مجموعة معينة من المقاسات وعلى فكرة الجداول تي منها جداول خاصة بالناس الطويلة والناس القصيرة يعني طويل القامة جداول بتاعته ونسبه ومقاساته غير قصير القامة هنقول لا ايه ده اصير وطول اه طبعا طبعا انا لما اقول الطول الظهر بالنسبة لشخص قصير النسب بتاعته كلها بتختلف طول الزراع عنده طول الرجل طول الرجبة طول الحجر كل دي نسب مختلفة يبقى انا هنا عندي فيه جداول خاصة بقصير القامة وفيه جداول خاصة بطويل القامة والمقسات يا ولاد احنا بيلاقي فيها حاجة كمان ان انا بلاقي متقسم يقول لي small medium large x large 2x 3x طبعا على حسب الشخص اللي موجود عندي كل دي مقسات بتتوقف على ايه قال لي بتتوقف على دوران السدر محيط السدر هو ده اللي بناء عليه انا بقسم الجداول بتاعتي واقول الموديلات دي small وطبعا دي بتبقى متناسبة مع شباب رفيعين اه الشباب احنا كلكم في مرحلة النمو احنا نبص نلاقي الولد في فترة اعدادي لسه زغنن كده وجسمه طفولي وفجأة يجي عند سنوي نلاقيه طول بس هو طول بس رفيع اه عادي مفيش مشكلة على حسب الباديلانجوش بتاعه او الجسم بتاعه التصميم بتاع الجسم بتاعه على حسب الشخص او سوريا على حسب العيلة كل انسان بيبقى ايه واخد الصفات الوراثية للعيلة بتاعته انا عندي بابا عريض بطبيعي اولاده بيطلعوا ايه بيطلعوا مثلا جسمهم ضخم شوية او العظم بيكون عريض شوية لا انا عندي البابا رفيع اماما رفيع بلاقي الاطفال كلهم والاولاد بيبقى جسمهم ايه بجسمهم رفيع طيب منقولش ده تخين وده رفيع دي كلها حاجات بتاعت ايه بتاعت ربنا وصفات وراسية كلنا بنتوارسها من اجدادنا ومن ابعنا طيب نيجي نكمل تاني قلنا المقاسات بتنقسم لايه طويل القامة وقصير القامة داخليا بقى في الجدول بلاقي فيه small medium large x large 2 x 3 x وهكذا على فكرة احيانا مرة شفت لغاية 10 x ياه طبعا دي بتبقى للناس اللي ممكن عندها نسبة الهرمونات فيها افراد زيادة طبعا ممكن بتبقى دي حاجات خرجة عن ارادتهم يا ولاد عشان احنا المفروض ان احنا ما ننطقتش حد ونقول ده تخين وده رفيع لانه ممكن يكون هرمونات جسمه بتبقى احيانا خرجة عن ارادته وفيها نوع من الايه افرازات العالية جدا والغضة الدرقية بيبقى فيها نوع من الكسل فبتسبب ان الجسم بيخزن كل الاغذية اللي هو بيأكلها من غير ما يحرق فطبعا دي بتبقى ناس ربنا يقويهم وربنا يعينهم طيب هاجي هنا هقول كنت بتكلم على ايه بتكلم على اننا المقاسات دي خاصة بكل النسب الجسم لما باجي انا هنفس قطعة معينة انا بستخرج من الجدوى للمقاسات اللي انا عوزها طيب احنا هنتكلم اول حاجة عن ايه هنتكلم عن القميس الفرنجي القميس الفرنجي متعلق بايه في الجسم بالجزء العلوي يبقى انا هحتاج الجزء العلوي اخذ مقاساته ايه المقاسات اللي هحتاجها زي ما بنقول دوران استدر ها نشوفهم مع بعض مكتوبين هنا عشان ايه ما ننساش اي مقاس من المقاسات احنا مش بنحتاج بنحفظهم ياولاد دول قريدي بيجولي في ورقة الامتحان او في التصميم بتاعي بيديني المقاسات وبيديني اسمائهم وبيقول لي انا عاوز ارسم كمان بمقياس ايه هنرسم بطرونات انتو فكرين يعني ايه بطرون ولا نسيتو او عكونوا نسيتو البطرون كنا قلنا عليه يعني ايه اه نموذج الاساسي اللي هو عبارة عن ايه قال لي ده مجموعة من الخطوط الهندفية اترسمت بناء على تأسيم معين بطريقة هندسية معينة مش احنا اللي بنخترعها ده فيه ناس مصممين ازياء هم اللي عملوا التأسيمات دي باكتر من تجربة عملوا تستي كتير جدا جدا علشان يجربوا ويطلعوا لي بمقاسات منتظمة وتأسيمات مناسبة تطلع بطرون حلو جدا جدا لايه لأي شخص بس ده بيتوقف على المقاسات المزبوطة وعشان كده هم كمان وضعوا مقاسات مزبوطة لان ممكن احنا وانحنا بنقيس المقاسات او بناخد المقاسات يحصل نوع من الايه مش مركز شدت المزورة سنة لا ارختها شوية المقاس مش مزبوط فانا عشان كده باخد المقاسات بتاعتي من الجدول بناء على دوران السدر الموجود ودايما لما باخد المقاسات بتكون فضفاضة شوية ما باخدهاش سك ديقة او مزبوطة قوي قوي ليه لاني ممكن يكون ايدي مش مرتاحة في المقاسات فدايما اخد مقاس اكبر سنة او فضفاض شوية عن المقاس اللي انا فعلا اخدته من على النسب الشخص نفسه نشوف ايه هي المقاسات اللي انا بحتاجها قال لي اهو انا بتكلم على طبعا اهي ده تعريف البطرون الاساسي اللي قلنا عبارة عن ايه مجموعة من الخطوط بترسم بطريقة هندسية معينة بناء على ايه بناء على تقسيم المقاسات بطريقة هندسية الرسم احنا شغالين على ايه او مص رجالي يعني ايه مقاسات نسب كبيرة مش زي الاطفال اللي كنا بنتكلم عنهم في الترم الاول فقال لي الاطفال كنت برسم مقياس رسم او بستخدم مقياس رسم واحد لاثنين او واحد لثلاثة وكنت بقول لكم اتمرنوا على مقياس الرسم النهاردة لما هرسم قال لي هرسم بمقياس رسم واحد لاربعة اه ليه واحد لاربعة علشان ده بطرون كبير المقاسات اللي انا بحتاجها للاميس الفرانجي قال لي دوران السدر وهنا بيكون مية ميت سنتي دوران الرقبة اربعين سنتي عمق الابط المقاسات دي مرت علينا في ايه في البطرونت على الاطفال قال لي عمق الابط اربعة وعشرين واربعة من عشرة دوران الخسر وده بحتاجه لو انا بعمل ايه موديل فيه تكسيم او بستخدم بانطلون بس هنا بردو برسمه علشان لما ارسم تكسيم للاميس ما تعداش المقاسات بتاعتي محتاج طول الظهر اربعة واربعين وستة من عشرة طول الاميس قال لي واحد وثمانين وعلى فكرة طول الاميس بيختلف على حسب ما احنا عايزين او على حسب طول الشخص اللي موجود عندي نصف عرض الظهر هو هنا قريدي مديني النصف يعني مش مديني عرض الظهر كله لأ مديني النصف ومريحني هقول له مرسي خالص ومديني كمان طول الكم ومحيط الاسورة هنبدأ نعمل ايه نشوف التقسيم بتاعنا نركز بقى ونصح صح ونقول اول اتفاق كنا متفقينه مع بعض دي معاهدات او اتنسوها هي ايه ان انا لما برسم اي بطرون كنت بقسم دوران استدر او المقاس الاصلي اللي بيدميني عليه بطروني على كام ها انا عايز اسمع على اتنين برافو في ناس مسح صحة البطرونات كلها لما اجي ما ليش جعب مقاس الرسمة لسه خالص مقاس الرسم ده لحظة نهاب ده ارسم لكن انا بتكلم على التقسيم اتفقنا ان انا برسم ايه باخد دوران استدر اقسمه على الاتنين تكرين ليه في حد هيقولي بسرعة عليكم انت بقسم على الاتنين برافو ايوة كده صح معناها ايه ان انا بقسم البطرون بتاعي او بقسم المقاس على الاتنين عشان انا برسم نص بطرون نص نموذج يعني ايه نص يعني نصف امامي ونصف خلفي قريدي انا عندي النصفين الامام متمثلين ده زي ده ولا هنا في ايدين اتنين طالعين وهنا في ايد واحدة هنعمل اشكال جديدة قالي لا النصفين في الجسم الانساني متمثلين فانا برسم نص امامي وبرسم نص خلفي علشان كده انا بقسم دوران استدرع على الاتنين دي اول قعدة واول اتفاقية واوعه تنسوها لغاية سنة تالتة والغاية ما ندخل كلية لو هتدخلوا اقتصاد منزلي ولا حاجة لان طبعا المعلومات دي انا مش ممكن انساها او في مجال شغلكوا ان شاء الله ربنا يوفقكم طيب انا هنا بقى قالي استن هنقسم دوران استدرع على الاتنين وهنعمل ايه قالي وهضف له هنا في الاميس الرجالي اتناشر سنتي اساسي طبعا دي كلها قواعد انا مليش دعوة ولا اقول ضف لي اتناشر ولا في الاطفال ضف لي اربعة ولا معرفش فين ضف لي عشرة احنا هننسى الترمي اللي فيت وهنركز هنا في الترمي الجديد ان انا هنا عندي فيه ايه قالي انا باخد دوران استدرق سمع على الاتنين وهضيف اتناشر انا كله ده بتكلم بالراحة عشان يكون كلكم جبتوا معايا الاسكتش وجبنا المسطرة والقلم الرصاص المبري الجميل النظيف علشان والاستيكة جنبكو احتياتي علشان نبدأ نرسم سوا مع بعض ياريت تكتبوا معايا ونرسم سوا خطوة خطوة انا همشي معاكو بالراحة علشان الكل ايه الكل يلحق يرسم معايا ولو ملحقتوش او في اي جزئية كنا بنتكلم فيها بسرعة ممكن ترجعوا للاعادة بتبقى تقريبا بعد تسع ساعات من ايه من ازاعة الحلقة طيب هنعمل ايه دلوقتي انا هبدأ ابدأ اشتغل التقسيمة وبعدين بعد ما بعمل التقسيمة بقسم على كام اربعة ليه اربعة علشان مقياس الرسم واحد لاربعة يعني انا بصغر ياولاد مقياس الرسم بستخدمه عشان اصغر البطرون اقدر احطه واقدر ارسمه في الاسكتش بتاعي الصغير فانا بعمل عملية تصغير للربعة لما يقولي واحد لتلاتة يبقى انا بصغر بتروني للتلت بقسم كل ناتج الاسمة نواتج الاسمة اللي انا بعملها نواتج التقسيم هو ده اللي انا بقسمه على رقم مقياس الرسم بحيث اني بتروني تترسم ايه بصورة دقيقة جدا جدا طيب نبدأ نعمل ايه نبدأ نكتب مع بعض سوا التقسيم اللي احنا هنقسمها هنقسمها معايا كلوا معايا ها او حد يزوغ يومي ولا شمال يلا هنا اول حاجة هبدأ اكتب فيها او هبدأ اتكلم عنها اللي التقسيم هعمل ايه اللي لازم احدد عرض البترون وعرض البترون يا ولاد قلنا بعمل ايه باخد نص محيط السدر زائد ايه زائد عشرة سوري عشرة ايه زائد اتناشر يا ولاد زائد اتناشر يبقى انا هاخد نص محيط السدر زائد اتناشر طبعا هنا بيكون عندي مديني دوران السدر مية هقسمه على الاتنين هيبقى خمسين هضف له اتناشر يطلع اتنين وستين سنتي ده مقاس ايه طبيعي لازم اقسمه بيني ما بين نفسي على كام على الاربعة علشان يديني المقاس الجديد اللي انا هرسمه او حد يكتب الاربعة دي دي انا بكتبها لكنتوا بس عشان تركزوا معايا لكن انا في الحقيقة انا همفروض باخد الاتنين وستين هي دي اللي انا ايه هرسمها طب ما انتو قلتو شغالين بمقياس رسم واحد الاربعة طيب نبدأ نرسم سوا مع بعض اللي اتنين وستين اسمتها على الاربعة وهبدأ ايه وهبدأ ارسم قال لي اهو انا هنا كده الناتج بتاعي هرسم عرض البطرون فاكرين لما ببدأ ارسم البطرون بعمل ايه قال لي ايوا بعمل ايه بقيس من اول الورقة لتحت مقاس معين وليكن تلاتة سنتي اربعة سنتي مقاس محدد واخدوا كده على مسافات ليه علشان بداية البطرون بتاعي تبقى ايه تبقى منتظمة انا هرسم اهو المقاس عرض البطرون انا شغالة بقلم جاف علشان الكومنتس بتاعتكو ان القلم الرصاص مش بيبان فشغالين بقلم ايه جاف اسود لكن انتو في الامتحان قلم رصاص مبري وخط خفيف انا مش عايزة شوفه في الامتحان الرصاص على فكرة ليه عشان انا لما احط الالوان او استخدم الالوان الامام احمر والخلف ازرق يشوف الوان رقيقة جدا كأنها باين يا دوب ان فيه تأسير لون احمر خفيف خالص والازرق كأنه ازرق خفيف خالص هيبانه ازاي لما يكون الاساس والرصاص تحت انت بس اللي شايفه او انت بس اللي شايفه خطوط خفيفة ومن غير مضغط على الالم علشان لو حبيت اعمل اي تعديل اقدر امسح بالاستيكة وفي الحالة دي التعديل ما يبنش مش احنا مسكين بقى بنحفر في الورقة والورقة تطبع في اللي تحتها واجه امسح الحفرة اصلا مش راضي يطلع من الورقة وحس الورقة والتصميم بتاعي مشوه لا احنا مش عايزين نعمل كده خطوط نظيفة تعالوا معي هنكمل رسم انت هتروحوا فيه يلا نكمل رسم سوا مع بعض اول حاجة انا عملتها يمين هي عرض البطرون جبتوا منين من نص دوران السدر زائد 12 سنتي وهكتب نكتب على الرسم يا ولاة مفيش مشكلة عشان ما تنسوش لما تيجوا تراجعوا لاني انا متأكدة بعد اسبوعين ثلاثة بعد شهر هنسيب البطرون مش هنرسمه هتجي ايه دا هو الخط دا جي منين واعد بقى ادور في التأسيم اللي انا كاتبها ودي تدخل في دي واحصل لاخباط لا 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 كل خط في الرسم اكتبوا عليه انا جبتوا منين طب صرعا بمجرد ما تيجوا تراجعوا تبقى العملية سهلة بالنسبة لكم ان الخطوط بتاعتي جت منين الناتج مش مهم الرقم قد ايه لان هو في الامتحان هيديني مقاسات غير لانا حافظها غير لانا متعود عليها غير لانا برسمها طول السلمة عن المستر او المستر فانا بعمل ايه اكتب التأسيمة الخطوة دي جت منين تعالوا معي يالي روحتوا فين ها اول حاجة هنا رسمت عرض البطرون وهكتب عليه من فوق ان انا جبته من نص ها ايوا دوراني السدر زائد اتناشر كان كام كان اتنين وستين سانتي بكتب المقاس الاصلي مش بكتب نتج الاسم على الاربعة طب و بعدين برسم طول البطرون بس انا هنا بنزل بخطوط رأسية بدون مقاس بدون مقاس ليه قال لي عشان لسه هقيس عليها الاطوال المطلوبة وزي ما قلنا بحدد مقاس من اول الورقة للداخل علشان الخطوط الرأسية كمان ما تجيش ايه ميلة يمين او شمال طب الخط هنا هكتب عليه ايه قال لي لا 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 خطوة خطوة اول حاجة هبدأ من اول بطروني هنا هنزل لاسفل مقدار ايه قال لي مقدار عمق الايبت ها زائد اربعة لو سمحتوا لو سمحتوا نكتب زي ما انا بكتب كده وانتو بترسموا معايا انا قصت من اول البطرون لاسفل عمق الابت زائد اربعة وهرسم خط افقي اهو ها كله معايا انا بتكلم بالراحة وبشرح نونونو عشان كله يرسم معايا محدش يعدي خطوة على فكرة اول ما بتشوف البطرون في النهاية بتقوله انا جبته منين يا خبر مش ممكن اهو عرف ارسمه وده اللي بيحصل فعلا كان اولادي في الفصل كان بيحصل معهم كده لما واحدة مثلا بتغيب او بنوتة بتغيب لأي سبب من الاسباب حاسة ولا التانية وتشوف البطرون وقولها ارسميه تقولي ايه ده انا مش هعرف ارسم الكلام ده مش ممكن اعرف ارسمه لكن لما بتبدأ تاخد خطوة خطوة يا ولاد ونبدأ نرسم مع بعض واحدة واحدة الخطوات نفسها بتفكرني ببعض وبلاقيها مالها سهلة طبيعي المشوار قالت ميل بيبدأ بايه بخطوة فهو ده اللي احنا بنعمله ابدأ بطروني خطوة خطوة زي ما انا ايه شغالة معاكم علشان اقدر اوصل للناتج النهائي وهو جميل وحلو زيكم وبالتوفيق دايما طيب نكمل نكمل اوه حدي زود هاجي انا هنا قست من اول البطرون لأسفل قلت ايه عمق القبط زي كام زي اربعة الخطوة اللي بعدها على طول من اول البطرون برضو هقيس لأسفل ايه هقيس طول الضهر او طول الخسر زي الثلاثة زي كام زي الثلاثة وهرسم خط افقي كل مقاساتي دي انا ايسها من اول البطرون فوق انا بضغط على القلم الجاف عشان تشوفوه بعد كده الخطوة الاخيرة ان انا هقيس من اول البطرون لأسفل طول القميس بس طول القميس زي كام قال لي زي الثمانية سنتي واو رقم كبير وارسم وقفل البطرون بتاعي بخطوط زي الفل واكتب برضو ان ده عبارة عن طول القميس زي الثمانية لغاية دلوقتي في حاجة صعبة برافو كله حلو اول حاجة دايما بقيس خطواتي كلها من النقطة الاساسية دي عمق القميس زي 4 من نفس النقطة الاسفل طول الضهر زي الثلاثة من اول البطرون لاسفل طول القميس زي الثمانية الخطوة اللي بعدها ايه قال لي بص بق انا هنا عايز احدد رقبة القميس قال لي رقبة القميس انا برضو من نفس النقطة النقطة دي اساسية عندي جوهرية هاجي هنا من هنا هابدى اقيس للداخل يا ولاد مقدار ايه هاخد خمس الرقبة ناقص نص باخد ايه خمس الرقبة ناقص نص طيب وحطت نقطة وضعت النقطة بتاعتي وبعدين النقطة دي هرتفع منها لأعلى شايفين النقطة هرتفع منها لأعلى قد ايه اربعة ونص مش بطلع خط ولا حاجة لأ انا بس ايه بقيس المقاس وبحط نقطة الأعلى است كام قال لي است اربعة ونص سنتي الأعلى الارقام دي طبيعية الارقام دي طبيعية تمام طيب وابدأ منها ارسم دوران الرقبة شكرا عملت ايه من اول بطرون من اول نقطة بتاعت البطرون است للداخل خمس الرقبة ناقص نص وارتفعت الأعلى اربعة ونص وحطت النقطة بتاعتي وضعت النقطة دي بعدين قال لي استن انا هنا لازم احدد حاجة اسمها ايه نص عرض الظهر بس زائد مش هنا الخط ده كان زائد اربعة زائد اربعة برضا شفتوا المفارقة شفتوا الجمال عشان ما نساش عشان ما تلخبطش انا هنا فخط عمق القبط على خط عمق القبط كنت واخد عمق القبط زائد اربعة كمان عشان احدد عرض الظهر باخد نص عرض الظهر زائد اربعة يبقى انا باجي هنا وباخد ايه اهو الخطوط بتاعتكم عشان تبقوا عارفين التأسيمة عملت ايه خط عمق القبط كنت قلت ان هو ايه عمق القبط زائد اربعة طيب وكان عندي خط طول الظهر كنت باخد طول اللي هو خط طول الظهر كنت باخد طول الظهر يولاد زائد تلاتة لكن الطول الكلي كنت باخد طول القميس زائد تمانية وبعدين الرقبة اللي رقبت الخلف جبتها منين اخدتها من خمس عمق الرقبة زائد كام ناقص ناقص نص جبتها من ايه من خمس عمق الرقبة ناقص نص طيب وبالنسبة لعرض الظهر عرض الظهر جبتوا منين جبتوا من نص عرض الظهر زائد اربعة هي دي المقسات اللي انا عملتها لغاية دلوقتي طب وبعد كده نكمل الرسم قال لي هنا انا قصت من اول بطروني على خط عمق القبة للداخل اخدت ايه اخدت نص عرض الظهر زائد اربعة وبحط نقطة النقطة دي ياولاد انا بطلع بيها برسم بيها عمود قائم لأعلى يقابل خط البطرون فوق اهي لأعلى المقاس ده جبتوا منين جبتوا من نص عرض الظهر زائد اربعة ورسمت ورسمت العمود القائم وقف العمود بتاعي فين عند اول البطرون طب بعد كده دلوقتي انا ممكن ارسم طول الكتف طول الكتف هتقولي بس انت وفي المقاسات ما قلتليش ما جبتش سيرة عن طول الكتف طب ويه يعني ما جبتش سيرة عن طول الكتف لكن انا هرسمه من البطرون نفسه من واقع البطرون هيجي طول الكتف ازاي انا هوصل نقطة بداية الرقبة بالخط القائم بتاع عرض الضهر وهطلع لبرة على الاستقامة تلتة ربع سنتي ده مقاس طبيعي يعني بربع مقاس كأنها ايه اتنين ملي وهوصل اهو معايا معايا شايفين بزبط حبيبي اوعوا تكونوا نسين لما باجا ايس المصطرة فيها جزء بلاستيك برة المقاس ده خارج النطاق انا ما باقسهوش عشان فيه احيانا بعضنا يقيس من اول المصطرة لا ده هو علشان يحمي الارقام والتسلسل والتقدير عامل الاضافة دي او الجزء البلاستيك الاضافي ده علشان لا ربما المصطرة تقعت الكسر فالجزء ده يحصل فيه خدش او كسر فما يقصرش عندي على الارقام لكن انا بقيس من اول فين من اول الزيرو لما حب باخد سانتي باخد من الزيرو للواحد ففكرين الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت او قلناه في الترم الاول لكن احنا عايزين برضو نركز او علشان الناس اللي ما حضرتش معنا الترم الاول تبقى برضو عارفة احنا بنتكلم عن ايه انا بزبط من اول السفر اهو عند اول الرقبة وببدأ اتحرك لبرة كده للخارج اوصل بالخط القائم واطلع لبرة قد ايه قلت ايوه سامع ناس بتقول لي ثلاثة ربع سانتي وارسم خط ماجر ده كده طول الكتف بتاع مين بتاع الخلف اشكرك كده مظبوط طب وبعدين قال لي استنوا القميس الرجالي دايما يا حبيبي بنشوف في الظهر بيكون في خط صفر معايا كده نركز هنا قال لي اه انا دايما القميس الرجالي من ورا في الخلف بلاقي في خط صفر في نص الايه في نص القبط تقريبا كده او في التلت العلوي من القبط بلاقي ايه خط صفر وخط الصفر ده احيانا بيبقى فيك كلونيه في النص فاكرين كلمة كلونيه او وحد يكون نسيها ده احنا اخدنا وشرحنا في الموديلات الاطفال في فرق ما بين الكسرة وفرق ما بين الكشكشة والكلونيه قلنا الكالونيه عبارة عن كسرتين متقابلتين كسرتين بصين على بعض اسماء المكوى اسماء المكوى انا ضايف وماش زيادة لمين للكسرة بس بعمل ايه ببدأ اكوي نصها لليمين والنص التاني مقابل لها لناحية ايه الشمال فبتبقى تديني حاجة اسمها كلونيه دي اولا بتدي راحة وبتدي واسع وبتدي شكل جمالي في القميس قال لي اه طبعا بتريح حركة الايه تلقى ازرع مع ايه مع الشباب ومع الرجالة فقال لي انا بنفذ الكلام ده فبعمل ايه بعمل كلونيه في النص القميس وبارسم الصفرة واحيانا ما تبقاش في نص القميس امال ايه بعضكم سامع اهو شباب مركز بيقول لي لأ ده بتبقى كسرة يمين وكسرة شمال فعلا في التلتين كده لو انا ببص على ظهر القميس بلاقي في كسرة من هنا وكسرة من هنا بتديني راحة في وسع القميس فعلا سواء انا نفستها على هيئة قسرتين او على هيئة كلونيه في نص القميس كده او كده هي ايه في صفرة والصفرة دي متركب فيها الهزء السفلي اللي فيه الكسرة او الكلونيه طيب ما انا لازم انا شغالها في الخلف لازم ارسم صفرة دي هرسمها ازاي تعالوا نرسم سواء الصفرة ونشوفها جات منين قال لي انا هنا عشان احدد مكان السفرة بقيس من اول البطرون النقطة دي يا جماعة عايزين نحطها كده في علبة مجوهرات ليه علشان دي نقطة اساسية عندي بقيس منها اغلب المقاسات بتاعتي بالنسبة للبطرون كله مش للخلف بس هاجي هنا وهبدأ انزل لأسفل هقيس لأسفل مقدار ايه قال لي مقدار خمس المسافة دي شايفين المسافة من اول البطرون لغاية عمق القبط اللي زائد اربعة المسافة دي انا هاخد خمسها وهضيف للخمس ده اتنين سنتي يبقى انا باخد خمس المسافة زائد اتنين سنتي وبحط النقطة بتاعتي وبرسمها خط افقي موازي خط البطرون كده بس لغاية الخط العمود القائم هنا اهي بس ستوب لغاية كده وقفت شايفينها اه جبت الخط ده منين خط السفرة ده جبته منين من خمس اهي ان حطها المسطرة من خمس المسافة دي شايفين اه انا غطيت خالص اهي من خمس المسافة من هنا هنا من اول الالم لغاية ايه لغاية خط المسطرة انا اخدت خمس المسافة وضفت لها اتنين سنتي ورسمت الخط بتاع السفرة طيب وبعدين خط السفرة عشان ما تبقاش الكتاف مش مرتاحة او يبقى القماش احنا انت بصوا لاقي القميس الكتف فيه قماش زيادة او الكتف كده طالع مش مرتاح من ورا ايه ده ليه اصلي المفروض يا ولادي الاكتاف بتاعتنا واخدة ميل فانا مش برسم الكتاف كده مستقيمة وده طبعا زي ما احنا شايفينه في فترونة رسمنا بميل لكن فيه حاجة كمان نفس خط السفرة انا لازم اعمله ميل بسيط كمان علشان يبقى خط الحردة بتاع القبط مرتاح فهعمل ايه قال لي برسم بنسة سغننة كده بنسة عرضية وابدأ ان انا ايه اقفلها لما اجي اوصل السفرة بالجزء السفلي من القميس انا بقى خياتها او قريدي حتى بقصها فبوصل الخط يطلع ايه يطلع مرتاح يطلع صفرة القميس من وراء واخدأ انحناء بسيط محدش ياخد باله منه متوافقة ومتناسبة مع ميل الكتف فوق هرسمها ازاي تعالوا نشوف بنسة السفرة للخلق هتترسم ازاي قال لي هقيس من اول العمود القائم هنا اهي من اول العمود القائم للداخل هقيس 10 سنتي بقيس كاما 10 سنتي يا ولاد 10 سنتي ده مقاس طبيعي هتقسموه على الاربعة يطلع 2.5 2.5 دي في سركم محدش يسمعها السفرة البنسة قد ايه قال لي طلع 10 سنتي ده المقاس الطبيعي بقيس راس تبقى 2.5 وهقسها من اول العمود للداخل اهي قسة ايه البنسة بتاعتي وحطت النقطة طب و بعدين هبدأ بعد ما استها من اول هنا الهنا هنزل لاسفل مقدار 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي ده مقاس طبيعي كمان يعني كأنها بربع مقاس شرطتين 2 ملي وبوصلها بالمنظر ده ايه دي 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 بنسة السفرة وياريت فاكرين لما كنا بنرسم في البطرون في الفستان سفرة وجزء علوي وجزء سفلي كنت بعمل حاجة مهمة قوي هي ايه علامات التقابل ايه علامات التقابل دي يا ولاد اللي هي الركورة علشان انا معناها ان انا هفصل الجزء العلوي عن الجزء السفلي لما اجي اثبتهم مع بعض وخيطهم لازم احط علامات التقابل مع بعض يبقى انا هنا عندي في ايه اللي في عندي علامات تقابل ايه علامات التقابل لما يكون بفصل جزء عن جزء ده على الورق لما اجي ارسم ونفذ بقى لما اجي انافذ الاقي علامات التقابل دي تساعدني على التثبيت الاجزاء ايه ده علامات التقابل ضرورية طول ما انا ببصل جزء عن جزء نسمها سوا بالنسبة لصفرة الخلف اه ما تسيبش الحتة غير لما ايه لما اكملها اهي ادي علامة تقابل وادي علامة تقابل طيب وايس بعد كده ممكن كمان نفيش من احنا وكتبناش اي بيانات داخلية ممكن اكتب هنا كده صفرة الخلف اوكي كويس جدا ايه كمان هنا ده خلف قال لي الخط ده انتو نسينه كان ايه ايوا سمع ناس بتقول لي احنا فاكرين اسمه خط نصف الخلف مالو يا ولاد انا بضغط عشان بضغط على الحروف علشان المخارج القلب استبقى كويسة عندكم وننطق الكلام صح قال لي ده اسمه نصف خط نصف الخلف نسيج ايه حبيبي نسيج طولي وبما ان القميس مفهوش خياطة في النص علشان قميس فرنجي فيه مرد وزرائر قدام يبقى من الخلف هيكون ايه متني مسني ده خط نصف الخلف طيب احنا خلصنا الخلف ولا لسه احنا تعبنا لا 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 خلاص فاضل خطوة واحدة هي ايه ان انا هوصل هوصل من عند الكتف لغاية خط البنسة اهي من الكتف الخط البنسة وبعدين قال لي طب ما انا لازم ارسم حردة القبط اه حردة القبط هرسمها ازاي لازم احدد الخط الفاصل لازم احدد الخط الفاصل هحدد الخط الفاصل ازاي في البطرون القديم كنت بعد ما ارسم الامام اخد المسافة اللي في النص واقسمها وارحها النص سنتي قال لي هنا لأ انا على طول هنا هقيس عرض بطروني واقسمه بالنص واتحرك نص سنتي الخلف يا ولاد في الرجالي بيكون اوسع شوية من الامام عكس الحريمي الحريمي او ندابس السيدات في الامام بيكون اوسع عشان يريح دورانات وإيه وبروزات الجسم لكن في الرجالي الخلف بيكون اوسع فعشان كده انا هاجي هنا دلوقتي وهاخد عرض البطرون اقسمه على كام على الاتنين وحرك نص سنتي وحدد الخط الفاصل وخلص الخلف ونبقى احنا ايه شطرين جدا تعالوا معايا نشوف هنا هعمل ايه ادي عرض البطرون اهو هعمل ايه هاخد نصه وهاخد كمان نص سنتي وهارسم الخط الايه الخط الفاصل لاسفل يبقى انا هنا كده حددت مين ده اسمه الخط الفاصل جبته منين قال لي من نص البطرون اسمت عرض البطرون وتحركته نص سنتي طيب دلوقتي اقدر ارسم دوران الابط دوران الابط طبيعي بجيبه بنحناء لطيف كده زيكم يبقى انا كده خلصت الخلف مرسي خالص نبدأ ندخل على مين على الامام لما اجي ارسم بطرون الامام انتو مش ملاحظين ان انا لما جيت ارسم البطرون طلعت بر حدود والفوق الاعلى اربعة ونص سنتي ورسمت الرقبة قال لي لا معلش كده البطرون طاول اوي اهو ايه الحكاية قال لي لا لا ابدا احنا كل هنعملوا انه هنيجي في الامام وهبدأ انزل الاربعة ونص دول تاني وابدأ ارسم دورانات ارتقبة نشوف سوا هنعمل ايه مع بعض قال لي اهو اول حاجة هعملها هنزل من اعلى لاسفل نقدار الاربعة ونص وعلشان ما تنسوش يا حبيبي ممكن نعمل سهم كده زغنة السهم دي العلامة اللي انا عملتها الصغيرة دي معناها ان انا من اول البطرون بقيس لأسفل اربعة ونص سنتي اللي هم انا كنت فاكرين هنا اه انا اتفعتهم هنا فوق فانا هنا بنزلهم من النقطة دي بقى هبدأ احدد رقبة الامام عرضها قد ايه وعمقها هحدد الحردة قال لي باجي هنا ممكن عشان الحردة ما تطلعش ميلة هرسم خط وهمي خفيف كده او خط خفيف انتو شايفينه اه عارفاكو شايفينه اواريب حاجة هنا هبدأ اقيس من هنا للداخل قال لي خمس الرقبة ناقص سنتي ايه ده المقاس ده كام قال لي خمس الرقبة ناقص واحد سنتي وحطت نقطة اهي لكن الاسفل عمق الرقبة قال لي لا دهنا هاخد خمس الرقبة بس ايه ناقص ها اتنين ونص يا خبر ابيض ناقص اتنين ونص قال لي ايوة وابدأ ارسم دوران الرقبة طيب وبعدين قال لي تعالي نرسم بقى خط الكتف الكتف ازاي هرسمه قال لي شايفين خط السفرة انا بنزل عنه سنتي طب ما هي قريدي البنسة مرسومة سنتي قال لي يعني كأنها من نقطة البنسة هرسم خط تقفق كده ياولاد خفيف في نص البطرون من غير مقاس طيب وبعدين الخط ده بسميه خط ارتكاز كتف الامام اسمه ايه الخط ده خط ارتكاز كتف الامام وهاجي هنا هقيس كتف الخلف اشوف قد ايه واخد نفس المقدار ومن عند الرقبة وابدأ اتحرك ها مين هيتحرك معايا كله بتحرك شطرين كله سريع وكله نشيط وهبدأ اتحرك اتحرك لغاية ما ااخد مقاس كتف الخلف الخلف اه ما هو نفس مقاس كتف الخلف انا هاخده للامام وهرسم خط الكتف اهي عملت ايه اتحركت بالمصدرة اتحركت اتحركت لغاية ما جبت نفس مقاس كتف الخلف يبقى الكتفين متساويين طيب ومعدين قال لي كمان هنا في حاجة عشان ارسم حردت القبط قال لي لازم احدد هنا عرض سدر الخلف طب عرض السدر ده بجيبه منين قال لي بجيبه من تلت تلت دوران السدر بس زائد كام اربعة ونص تلت دوران السدر زائد اربعة ونص وبحط النقطة بتاعتي وبطلع عمود قائم بس العمود هنا مش كبير يا حبيبي العمود هاخده قد ايه يدوب تلاتة سنتي بس ومن النقطة دي انا هوصل ها ايوا القبط شايفين وصلت بالكتف بالنقطة التلاتة سنتي وهرسم الحربة انا كده عملت ايه رسمت بطرون الامام قلنا بسرعة هنرجع تاني بسرعة مع بعض بجدو بسرعة سرعة كل حاجة الحياة الوقت كالسيف ان لم تقطع وقطعك يعني ايه يعني لازم اشتغل وكون نشيط لان الوقت دا يا ولاد ربنا بيبارك لنا فيه ولما اشتغل واعمل كويس واعمل بامانة ربنا هيبارك وهي ايه وهيفتح ذهني ويخليني ابقى انسان مجتهد نشوف البطرون بتاع الامام اللي احنا قلناه بسرعة هنرجع تاني مع بعض الخطوات بتاعته عملناها ازاي اول حاجة قلنا بنزل من اول البطرون لاسفل كام اربعة ونص اللي هم انا كنت طلعتهم في الخلف لما جيت ارسم رقبة الخلف الخطوة اللي بعدها برسم خط بسيط الخط دا بحدد عليه حردة الرقبة الامامية جبتها منين حردة الرقبة الامامية من خمس الرقبة ناقص سنتي طيب عمق الحردة جبته من خمس الرقبة ناقص اثنين ونص ورسمت دوران الرقبة انا برسم على هوا هوا شايفين كل مركز طيب وبعدين اللي باجي بعد كده عشان احدد خط ارتكاز الكتف الكتف دا لي ميل عشان احدد خط ارتكازه بالنسبة للامام كنت بقولك من عند نقطة انتهاء البنسة بتاعت الخلف برسم خط صغير كده في نص البطرون وبياخد نفس كتف الخلف احدده اقيسه وقرره عند كتف الامام وبعد كده بحدد عرضه بطروني من اسفل اللي هو باخد تلت دوران السد زائد اربعة ونص وبطلع عمود صغنن العمود دا قد ايه ثلاثة سنتي مقاس طبيعي بربع مقاس هيبقى يبدأ ايه هيبقى كأنه الثلاثة سنتي لما أسمهم على الاربعة هيبقوا خمسة وسبعين من مية يعني سنتي الاربعة طيب وبعدين ببدأ ارسم حردة الابد اللي انا عملته دا بتا بطرون اساسي اساسي بس في حاجة هو انا بتكلم على بطرون اساسي للاميس الرجالي اه ايه 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 اميس رجالي طب فين ما عملتش حاجة في الاميس غير السفرة قالك لأ دا الاميس هنعمله جيب وهنعمله مرد وزراير وهنعمله الكلوني تعالوا معايا نكمل بطروننا ونشوف موديل الاميس هننفزه ازاي تعالوا يلا قالوا هنا كده دا البطرون الاساسي بتاعي امام خلف حردة ابت حردة رقبة كتف خلف كتف امام كتف خلف وقادي بطروناتي بطرون اساسي طيب اه حصلت مشكلة هي ايه ان احنا كده مضطرين نحفزكم البطرون الاساسي هتحفزوه هتحفزوه لان للأسف وقتنا خلاص ما لو قرب يخلص فمش هينفع نرسم الموديل امال ايه مطلوب منكم كل واحد هيرسم البطرون دا خمس مرات واجب هفتش عليكم سامعين كل واحد هيرسم البطرون دا خمس مرات اول مرة هنكتب بالراحة ونكتب التقسيمة والمقاسات وكل حاجة التانية هتلاقي نفسكم بديتوا ترسموه من غير ما تبصوا للي انتوا كنتوا عاملينه اول مرة تاني التالت مرة بترسموه عن ظهر قلبه والمقاسات حفزتوها المرة الرابعة والخمسة انتوا هترسموها مش في اول يوم لا انا ليه قلت خمس مرات علشان على مدار الاسبوع يوم او يوم لا يوم او يوم لا نرسم بطروناتنا علشان نبقى فاهمين البطرون لانه هيجيلكوا في الامتحان بصراحة يعني طبعا احنا مش بنعرف اين الامتحانات ولا حاجة لكن احنا عايزين دايما نبقى ادينا بترسم بخطوط حلوة وجميلة ونتمرن عليها ونبقى حفزين التقسيمة بتاعتنا النهاردة عارفنا ايه مقسات البطرونات الرجالي او الملابس الرجالي بتنقسم الى ملابس داخلية وملابس خارجية الداخلية اللي هي بالبسها داخل المنزل زي البجامة والروب والترينج وممكن الشورت وممكن تي شيرت اي حاجة زي كده دي بتتلبس داخلية في المنزل لكن الملابس الخارجية كنا قلنا عليها اللي هي ايه بتختلف على حسب ايه المناسبة كمان يعني انا ماينفعش يكون رايح مثلا مقابلة شخصية والبس اميس عادي لأ في الحالة دي لازم ألبس فورمال وألبس بدلة وكارفاتو وبقى ايه وأبقى جاهز للمقابلة شخصية فكل لبس ليه مناسبته وليه وقته طبعا انا عارفة انتو كلكم زوء وفن وهقول لكم هتوحشوني وهنرسم الواجب واشوفكم مرة جاية والى اللقاء وفكروني المرة جاية نرسم ايه موديل الاميس اشوفكم على خير وبي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة